استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المهندس علي أحمد لدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأشهد سعادة الوزير بجهود المؤسسة وما تقدمه من إسهامات مهمة في سبيل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان كما أكد سعادة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف على أهمية التعاون المشترك في تدعم المسارات المؤسسية للتعامل مع الشكاوى المرتبطة بحقوق الإنسان بما يكفل ضمان فعالية الإجراءات المتخذة في هذا الإطار اشتركوا في القناة